السلام عليكم ورحبا بكم معنا في برنامجنا ديالي الطبخ والحلوية اليوم هنقدم لكم طاجين ديال البطاطا واللوبيا الخضراء بشيو دابل المقادر وطريقة تتحضير هنحتاج هنا نص كيلو ديال الحم الجوج حبة ديال بصلا خضاريين قصبر ومعدنوس حسب معلقة كبيرة سلصة ديال فلفلة حبة ديال تومة محكوكا بالنسبة للعطرية غنحتاج تحمارة ليبزال الخرقوم الملح وزيت المائدة غنحتاج كذلك اللوبيا اللي سبق لي انا هنا وصلقتها قطعتها دوائر وحبة ديال الطماطم شو دابل طريقة تتحضير هنجيب هنا طاجين ديالي غنوضع فيه معلقة ديال تحمارة معلقة خرقوم رسل معي القابزار كيفما كان عرفة صلصة ديال فلفلة كتكون حارة وجوج معلقة ديال زيت المائدة وغنوضع وعفوان الملح هنوضع الطاجين يتقلى من بعد غنضيف ليه المكونات الاخرى وبما ما ترخف كذلك كاللحم كيفما كتشاهدوا معي من بعد المسقلة نضفت ليه هنا طاطا ونضيف ليه كذلك اللوبيا من بعد المسقلة نضيف ليه الطماطم وهنا مضعه فوق النار حتى يطيب وينشف من البلول انا كيفما كتشاهدوا معي هنا ما غنزيد له بلول لاتشي حاجة كيفما كتشاهدوا معي سيداتي طاجين ديالنا وهذا من بعد ما طابوا جد صراحة كيجي جد رائع والديد كيفما كنعرفو كاملين ان اللوبيا الخضراء كتشوالم مع البطاطا كنتمنى انه ينال اعجاب ديالكم وتجربوه الى اللقاء الى فرصة ثانية ان شاء الله شكرا